بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلبة في دروس الفيزياء للصف الثاني عشر متقدم ونكمل اليوم المراجعة العامة لوحدة الفيزياء الكمية والنوية الجزء الثالث أهداف الدرس يقوم الطالب بحل أسئلة متنوعة خاصة بأنبوبة أشعة المهبط ويطبق العلاقات الرياضية الخاصة بتجربة ميليكن ثالثا يحسب الطاقة الناججة من التفاعلات النووية باستخدام معادلة آنشتاين الخاصة بتحولات الطاقة والمادة ويستخدم العلاقات الرياضية الخاصة بطاقة الرط النووي في حل أسئلة وأخيرا يطبق العلاقات الرياضية الخاصة بتوسط الطاقة الرط النووي في حل أسئلة أولا أنبوبة أشعة المهبط كما مر معنا سابقا في حالة وجود مجالين كهرباء ومغناطيسي متعامدين والقوتان الكهربائية والمغناطيسية متساويتان ومتعاكستان فإن سرعة الإلكترون V equal E over V وعندها يكون مستقيما دون انحراك أما في حالة وجود مجال مغناطيسي فقط فإن المسار يكون دائريا وعندها نستخدم العلاقة Q over M equal V over BR في تجربة بيليكن تتعلق قطرة الزيت عندما تتساوى قوة الكهرباء مع القوة الجاذبية ومنها نحسب شحنة قطرة الزيت Q equal M G over E وبدلالة فرق الجهد Q equal M G D over V أما بالنسبة للشحنة فلقد تعلمنا بأن الشحنة دائما مكممة ومنها Q equal N في E حيث أن عدل الإلكترونات ويكون دائما عدد صحيح في درس الطاقة والمادة معادلة أينشتاين لحساب الطاقة المكافأة الكتلة هي E equal MC square أما طاقة الربط النووي E B equal Delta M ضرب 931.5 ميجا إلكترون فولت Delta M هنا هي الفرق بين الكتلة النظرية وهي كتلة مكونات النواة ناقص كتلة النواة الفعلية ضرب 931.5 وهو الطاقة المكافأة لوحد الكتلة الذرية وحسب العلاقة زد ضرب ماس بروتون بلس N ضرب ماس نيترون مانس M ألفا ضرب 931.5 ميجا إلكترون فولت أما متوسط طاقة الربط النووي أو طاقة الربط النووي لكل نيكليون فهي عبارة عن قسمة طاقة الربط على العد الكتلي ضرب 931.5 ميجا إلكترون فولت في السؤال تمر حزمة من ضرات الليثيوم وحادي التأيون بلس 1 خلال مجال مغناطيسي مقداره 1.5 ضرب 10 باور سار بثري تيسلا متعامداً مع مجال كهربائي مقداره 600 نيوتون بير كولوم ولا تنحرف عن مسارها ما هي سرعة ضرات الليثيوم المعطيات لدينا شدة المجال المغناطيسي ولدينا شدة مجال كهربائي واضح من السؤال أن ضرات الليثيوم تسير بخط مستقيم دون انحراف والمطلوب السرعة إذن نطبق العلاقة V equal E over B ونعوض ومنها نجد أن السرعة equal 4 ضرب 10 power 5 meter pair second إذن الإجابة D هي الإجابة الصحيحة السؤال عندما يتحرك جسيم مشحون في مسار دائري فإن أي العبارة هذه صحيحة؟ كما درسنا بأن القوة المغناطيسية عندما تؤثر على الشحنة فإنها تكون قوة مركزية وبأنها قوة مركزية إذن دائما تكون باتجاه المركز عمودية على تجاه الحركة؟ إذن الإجابة D هي الإجابة الصحيحة السؤال التالي إذا كان نصف قطر مسار حركة البروتون يتحرك داخل المجال المغناطيسي منتظم مقداره 0.1 تسلا هو 6.6 سنتيمتر فما مقدار سرعة البروتون؟ لدينا في المواطعات شدة المجال المغناطيسي ولدينا نصف قطر المسار الدائري وحسب السؤال لدينا مجال المغناطيسي فقط ولدينا مسار دائري إذن نستخدم العلاقة Q على M equal V over BR نقوم بعمل ومنها V equal QBR over M نعوض ونجد أن السرعة 6.3 ذرب عشر بور 5 متر بير سكند إذن الإجابة A هي الإجابة الصحيحة السؤال إذا كانت الكتلة الفعلية لنظير نيتروجين 7-15 هي 15.0109U ما هي طاقة الربط النووي لنواة هذا النظير؟ حسب قانون طاقة الربط النووي نعوض Z هو عدد البروتونات ولدينا 7 بروتونات ضرب ماس بروتون plus N وهو عدد النيترونات 15-7 يساوي 8 ضرب ماس النيترون ناقص ماس النووي حسب ما هو معطمنا في السؤال ضرب الطاقة المكافئة لوحد الكتلة الذرية 931.5 ميجا إلكترون فولت وتكون إجابة 103 ميجا إلكترون فولت الإجابة B هي الإجابة الصحيحة يتصادم إلكترون وبيزيترون معا فيفني كل منهما الآخر ما هي طاقة الشعة الجامة النافجة من هذا التصادم حتى نحسب الطاقة إذن نستخدم معادلة آنشتاين الطاقة والمادة E equal MC square بالنسبة للماس المعلوم أن البوزيترون هو مضاد الإلكترون إذن الكتلة متساوية ولكن الشحنة مختلفة إذن لدينا 2 ضرب ماس الإلكترون ضرب مربع سرعة الضوء وتكون إجابة بالجول نقسم على شحنة الإلكترون ونجد أن الإجابة بالإلكترون فولت 1.02 ضرب 10 power 6 إلكترون فولت وهي 1.02 ميجا إلكترون فولت إذن الإجابة B هي الإجابة الصحيحة في السؤال ما هي الكتلة النسبية المكافئة لطاقة فوتون تردده 5 ضرب 10 بو 14 هيرتز عزيز الطالب لقد درسنا أن الفوتون كتلته 0 ولكن حسب معادلة آنشتاين تكافؤ الطاقة والمادة يمكن إيجاد الكتلة النسبية المكافئة لطاقة الفوتون لدينا تردد الفوتون ومنه يمكن حسار طاقة الفوتون وحسب علاقة آنشتاين E equal M C square الطاقة هي HF إذن الكتلة تساوي M equal HF over C square نعوض ونجد أن الكتلة النسبية المكافئة هي 3.68 ضرب 10 سالب 36 كيلو جرام إذن الإجابة D هي الإجابة الصحيحة في السؤال لدينا قطرة زيت معلقة كتلتها 6.9 ضرب 10 سالب 15 كيلو جرام في مجال كهربائي منتظم شدته 4.23 ضرب 10 بور 4 نيوتن بير كولوم ويؤثر باتجاه الأسفل المطلوب الأول عدل الإلكترونات على قطرة الزيت المطلوب الثاني إذن عكس المجال الكهربائي فجأة ففي أي اتجاه ستحرك قطرة الزيت المعطيات لدينا الكتلة قطرة الزيت ولدينا شدة المجال الكهربائي لإيجاد عدل الإلكترونات أولا يجب إيجاد شحنة قطرة الزيت Q equal Mg over E إذن شحنة قطرة الزيت تساوي 1.6 ضرب 10 سالب 18 ولإيجاد عدل الإلكترونات N equal Q over E نقسم على شحنة إلكترون إذن نجد أن شحنة قطرة الزيت تحتوي على 10 إلكترون إذن عكس المجال الكهربائي فجأة لا يوجد عندي أصبح اللوح الموجب في الأسفل إذن قطرة الزيت تتعرق لقوتان كلاهما باتجاه الأسفل إذن أكيد أحسنتم ستتحرك قطرة الزيت للأسفل في السؤال في تجربة ميليكن لدينا قطرة زيت سالبة الشحنة كتلتها 7.5 ضرب 10 باور ماينس 15 كيلو جرام والتحرك للأسفل بتسارع منتظم مقداره 1.2 متر بير سكن سكوير بوجود لوحين مشحنين كما في الشكل إذا علمت أن فرق الجهد هو 7.2 ضرب 10 باور فور فولت والمسافة بينهما 52 صانتي ما هي شحنة قطرة الزيت علما أن جي 10 متر بير سكن سكوير ندرس المعطيات لدينا كتلة قطرة الزيت ولدينا التسارع باتجاه الأسفل لدينا فرق الجهد ولدينا المسافة بين اللوحين انتبع عزيز الطالب هنا القطرة غير معلقة وتحرك للأسفل بتسارع منتظم إذن قوة الجاذبية هي أكبر من قوة الكهرباء نطبق قانون يوتل الثاني فر إيكوال أم إيه وفر هنا فجي مائنس فإيه يساوي أم في إيه نعوض إذن أم جي وهي قوة الجاذبية مائنس كيو في دلتافي على دي إيكوال أم في إيه نرتب المعادلة ونقوم بالتعويض ومنها نجد أن شحنة قطرة الزيت تساوي 4.8 ضرب 10 سال 17 كولوم السؤال الأخير أيهما يحتاج طاقة أكبر لفصل ميكليون واحد من النواة هل هي نواة الناتروجين 712 أم نواة الناتروجين 714 علما أن كتلة نواة الناتروجين 712 هي 12.0188U وكتلة نواة الناتروجين 714 هي 14.00307U حتى نعلم أي يوم يحتاج طاقة أكبر للفصل لابد من إيجاد متوسط طاقة الربط لكل النواتين إذن متوسط طاقة الربط للنواة الأولى الناتروجين 712 حسب القانون نعوض ونقوم القسمة على العد الكتلة 12 لاحظ أن لدينا هنا 7 بروتونات و5 نيترون إذن متوسط طاقة الربط لها 5.883975 ميجا إلكترون فولت ونقوم بعمل نفس الشيء لنواة الناتروجين 714 ونقسم هنا على 14 وهو العد الكتلي ولدينا 7 بروتونات و7 نيترون وتكون متوسط طاقة الربط 7.24773 ميجا إلكترون فولت إذن نواة الناتروجين 714 تحتاج طاقة أكبر لأنها أكثر استقرار عزيز الطالب عليك الدخول على نظام التعلم عن بعد وذلك الإجابة على سؤال درس اليوم نراكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته